توفي فجر اليوم والي الأمن عبد الحق الخيام المدير السابق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بمدينة الدار البيضاء عن عمر ناهز 64 عاما وشغل الراحل عبد الحق خيام المزداد بالدار البيضاء منصب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إحداثه عام 2015 وإلى غاية 2020 عندما خلفه شرقاوي حبوب كما بصم الفقيد على مسار متميز ضمن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تولى رئاستها عام 2004 ويعد الراحل واحدا من أبرز رموز مكافحة الإرهاب بالمملكة وفاعلا رئيسيا في مجال التعاون الأمنية الذي يربط المغرب بحلفائه الأجانب لا سيما الدول الأوروبية